موسيقى لتعم الفائدة على الجميع اليوم سوف نشارك معكم طريقة تحضير فلون بتزيين مختلف وأشكال مختلفة تابعوا الفيديو إلى النهاية لو تشوفوا الطريقة كيف حضرته الله على بركة الله بالنسبة للمقادير سوف نحتاج الفلون بالطبع الفلون كشروها من المحلات الكبرى التي يكون فيها في وسط العلبة الفلون بودرة ويكون فيها الكراميل الكراميل يستعملون للتزيين يعني إذا ما توفرش عندكم ممكن تجهزوا في المنزل بالنسبة للكراميل أو لا تزيينوا بأي حاجة بغيته ولكن أنا كنفضل نزيين بالكراميل غادي نحتاجوا أيضاً 4 كؤوس الحليب وغادي نحتاجوا أيضاً بالطبع كسرونا أو أي إناء اللي غادي نقدروا نوضعوه على النار وكما قلت لكم هنا عدنا دك الفلون بودرة والكراميل الدباء غادي ندزول طريقة التحضير كسرونا ونضعوا فيها الفلون بودرة غبرة ونضيفوا عليه 4 كؤوس الحليب بالطبع بالنسبة للفلون يكون المقادر أصلاً مكتوبة فيها بالنسبة للفلون سوف يكون السكر سوف يكون دائماً خلف العلبة سوف نبدأ نضمج المكونات مع بعضها جيداً لنضمج المكونات مع بعضها جيداً سوف تغلى جيداً جيداً ونحسوا بها تقالت بها الشكل نستمر بالتحريك بنفس الطريقة حتى تغلى الفلون بعد أن توجد فلون سوف نضيف على النار سوف نضيف زليفة والكؤوس كما تشاهدون فلون سوف نضيف الكؤوس على الهاتف ونضيف الكرامل ونضيف الكرامل لأن الكرامل ونضيف كرامل ونضيف كمية وذلك سوف نضيف جيداً الجميع اعرفوا يحضروا وإذا كنتم لا تعرفوا ماذا تحضروا اكيد سوف نعرفكم طريقة تحضير فيديوهات مقبلة بإذن الله هذا سوف نضع الفلن ونضعه في الكويسات الزجاجية بهذا الشكل هذا سوف نضع الكؤوس كاملة سوف نستمر في وضع الفلن بهذا الشكل سوف نضع الكؤوس كاملة وعلى شرطة كمية سوف نضع الكؤوس بشكل آخر ونكمل ونضعه في الكؤوس الأخرى يعني ليس ضروري يكون نفس الشكل تلك الكؤوس الحساب المتوفر عندكم في المنزل هو الحساب الكمية على الفلن التي حضرته بالطبع سوف نضع الفلن بهذا الشكل سوف نضع الكراميل سوف نضع الكراميل تطبيق بالطبع وسوف نضع كاء지는 ونغوية سوف نضع الكراميل بنشرع الكرامي وبعد المنزل كما تشوفوا بردو جيدا سوف نأخذ سكين و سنبدأ ندوز الجوانب بهذا الشكل إذا لم تريد توضع السكين سوف توضعه مباشرة طبق فوق الكأس الزجاجي هنا كنفضل ندير هذه الطريقة كي نتأكد أن ندوز السكين من الجوانب كي نتأكد من هذا الشكل من بعد ما قلبت وضعت ذلك الطبق وضعت في الفلوم و من بعد ما وضعت الفلوم في الطبق بهذا الشكل احدى سوف يقلبتها هدا هو الشكل ديالها لديه اللي جاهزتهم بالكراميل كما قلت لكم اضعوا حيش شكل جيد وباقي نزيدوه نزينوهم مع بعضنا كما كنتشاهدوا معي هذا الشكل اللي وضعتوه بالكراميل وهذا هو الشكل العادي كما قلت لكم لماذا انا كنفضل كل شي بالكراميل ولكن كان بعض الناس اللي ما تيبغوش يأكلوا الكراميل ذاك شي لاش درنا اليوم الفلون العادي سوف يزينته بالتوت الازرق يبقى طريقة تزين باش ما بغيتو تزينو انا هنا زينته بالتوت الازرق كما كتشاهدوا معي هادي الاطباق ديالي هذا الفلون بدون كراميل والفلون بالكراميل كما كتشاهدوا معي كيجي رائع وليد الشكل جيد وكيعطي واحد المنادر الى قدمته في المائدة ديالكم الى عجباتكم وصفة اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الى كنتوا اول مرة تشرفوني بالزيارة ولكنتم من المتتبعين ديالي ما تنسوش تضغطوا على الزر اعجاب وتبرتجوا الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تعمى الفائدة على الجميع وما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم ملاحظاتكم اسفل الفيديو لان تعليقاتكم ملاحظاتكم كتهمني وكتعطيني واحد الروح معنوية باش نستمر في تقديم الجديد ونقدم لكم اطباق جديدة ومختلفة ومتميزة واكيد الى انزلتوا لباقي الفيديوهات ديال القناة ديالي غادي تلقاوا اطباق اجنبية ومغربية وغادي تلقاوا اعمال يدوية اشياء متنوعة اللي اكيد غادي ستفضمنا ما لكم فقط الا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس شكرا لكم على المتابعة و الا اللقاء في فيديوهات مقبلة باذن الله ترجمة نانسي قنقر